موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا بكم معنا اليوم في عدد جديد متجدد من حصة نقاط وفواصل جزءه الأول كما عودناكم دائما نخصصه للملف الإعلامي وسنصلط فيه الضوء اليوم على الإشهار الذي يعتبر جزءا من حياتنا الاقتصادية والاجتماعية ولأكثر تفاصيل حول هذا الموضوع أسعد باستضافة الأستاذ عدلان زروق أستاذ محاضر بكلية علوم الإعلام والاتصال أهلا بك أستاذ السلام عليكم بارك الله فيكم وشكرا على الاستضافة في هذا البرنامج شكرا وسيكون معي أيضا أستاذ الهاشم نورطيلة أركان البرنامج أهلا بك أستاذ أهلا وسهلا بارك الله فيكم ومرحبا بالضيف الكريم أستاذ عدلان زروق نبدأ بكم بسؤال مدخلي ما هو الإشهار الإشهار هو فيما تعلاق بالجانب الإعنابي هو عبارة عن رسالة تهدف لترويج سلعة أو خدمة ما كيف ذلك أنه معظم يعني منذ أن ظهرت كلمة الإشهار لم تظهر من باب الصدفة وإنما كانت وراءها عبارة عن سلسلة من التطورة التاريخية كيف ذلك أنه في القديم كانت هناك عملية إعلانية إن صح القول وعملية كذلك إشهارية يتم من خلال هذا الترويج لمختلف المنتوجات لكن ليس بالشكل أو بالطريقة التي نعرفها أنا وهي طريقة متطورة بتطور وسع إعلام وإنما كانت تتم في الأسواق أو تتم عبارة عن رسومات الجدارية المنحوتات كل ذلك هو عبارة عن إعلان أو إشهار لكن بصيغة بداية بظهر وسع الإعلام كما نعرف وظهرت بعد ذلك الصحف والمجلات قنوات الإذاعية السينيما قنوات تلفزيونية والصحف الإلكترونية ظهر نوع آخر يتمشى مع الإعلام وهو الجانب الإعلامي ليقدم خدمة إخبارية وتهدف إلى الإعلام الجمهور الواسع في أي مجتمع بمجموعة من المعلومات والمعارف وفي الوقت نفسه خدمة إشهارية وإعلانية ترويج لنوعين أو شكلين من الإعلان والإشهارات ترويج لخدمة أو فكرة تخدم صالح العام أو الخاص على حسب أي مؤسسة إعلامية وفي الوقت نفسه الترويج لسلع مثل ما نعرفه الآن هناك السلع تتعلق بالأشياء الإلكترونية أو المنتوجات الإلكترونية تتعلق بالسيارات تتعلق بكل ما نلبسه في حياته اليومية نعم تتعلق بالحاجة المتعلقة بالأكل والشرب لدى مختلف الأفراد وأطياف المجتمع هذا ما استلزم أنه وسائل الإعلام تخصص شيء اسمه أو تخصص نوع من المادات التي تقوم ببثها أو نشرها للجمهور في شكل إعلانات وتختلف على طبيعة أو حسب المؤسسة الإعلامية كيف ذلك؟ أنه في الصحفة المكتوبة أو الصحف والمجلة نجد إعلانات تحتوي على أشكال ورسومات وصور مع تعاليق مختصرة ومقتضبة حول المادة الإشارية في الإذاعة توجد إعلانات أو إشارات لكن تحتوي على الشق الخاص بمادة الصوتية أو السمعية وفقط إذن تقدمناها عبارة عن تكون للترويج وفي الوقت نفسه يصاحبها مقطع من الموسيقى يؤدي إلى ذلك في التلفزيون أو في السينيما هناك شق آخر وهو المزج بينما هو صوتي وهو بصاري إذن الصوت والصورة في آن واحد إذن عندما يتم تقديمه لنا منتوج صاحب الإعلان يركز على الجمهور باستهداف فئة الجمهور هي تكون فئة أطفال أو نساء أو رجال متعلمين متتقفين على حسب ما يحتاجه الجمهور لكن طريقة التعامل أو طريقة بث تلك الوانضة الإشارية تختلف كذلك أولاً بوضع إسقاط مباشر على القيم الخاصة بالمجتمع نفسر ذلك أنه أي مجتمع يتم فيه بث وانضة إشارية إلا أنه تحتوي على قيم دينية قيم خلقية قيم خاصة بالعادة التقاليف نامط المجتمع اللغة لا يستطيع المعلن أن يخرج عن ذلك الإطار وإن خرج فسوف يشكل له عائق أنه سوف يرفض منتوجه من الوهل الأولى في الصحافة الإلكترونية أخذ بعد آخر وهو المسج بين ما هو مكتوب وما هو سمعي وبصري كيف ذلك؟ نجد أن الإعلانات الإلكترونية الخاصة بالصحافة الإلكترونية التي يتم بث في اليوتيوب وكذلك في المواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على جدة كيف ذلك نستطيع أن نفسرها بوجود الصوت والصورة والكتابة وكذلك التفاعلية وهذا الشيء الذي تفتقده باقي الوسائل الإعلام التقليدي التي تحدثنا عليه إذن التفاعل بين الجمهور الذي يريد أن يقتني أو يشتري تلك السلعة وفي نفس الوقت بين أصحاب المعلنين وأصحاب المؤسسة الإعلامية جيد شكرا أستاذ زدرون رجالي أستاذ الهاشمينوري بحكم أنه أنت إعلامي وكت على رأس عدة مؤسسات إعلامية في فترة سابقة في رأيك أستاذ ما هي المجالات التي اكتسحها الإشهار في حياتنا؟ في الجزائر في الحقيقة يعتبر الإشهار التجاري حديث العاد أنا أذكر في زمن الحزب الواحد والخيار الاشتراكي كنهج سياسي في البلاد يعني ما كناش مجتمع استهلاكي بمعنى تاقتصاد السوق والوفرة التي تتطلب فلم يكن يبرز دور للترويج للسلع والخدمات كان الإشهار عنده طابع اجتماعي فقط يعني من خلال خاصة في قطاع صحة والتحسيس حول بعض الأمراض والوقاية منها والحملات مثلا فهذا يعني كان تخطيط العائلي لحد من الناس يعني باش كانت الرسائل الإعلامية في الإشهار عندها طابع اجتماعي لخدمة سياسة معينة للحكومات المتعاقبة في هذه الفترة وبعد يعني التعددية وبداية الاقتصاد السوق والانفراج يعني في تحرير المبادرة الاقتصادية وبدأ الانتاج وطرحت يعني المنافسة في السوق من حيث يعني لأنه قد ما تكون الوفرة وتكون المنافسة يعني المنتج ماذا بيها أنه يسوق سلعاً تاعه واش هو السبيل إلى ذلك هو الإشهار وبالتالي نشوفه يعني في الجزائر كان تخلف وتأخر كبير في جانب هذا تنظيم الإشهار ضير لحد الساعة الآن العملية الإشهارية تتم باستعمال بعض القواعد العامة المتاحة مثلاً في قانون الإعلام فقط أما الإشهار كسوق ليس لديه لحد الساعة شريع خاص يقول لك في القانون القواعد العامة أنه الخاص يقيد العامة وبالتالي السجلات التجارية التي تفتح بها يعني بعض هذا ما سكونا بها يعني شركات الاتصال هي التي تقوم حالياً بصناعة منتاع الوماضات الإشهارية كما تفضل الأستاذ لدخلة للمجال منتاع السوق كي نقول السوق يعني السوق الإنتاجية والترويج للمنتج كي ومش فقط الاستهلاك يعني للمندي كي أيضاً الخدمات مختلفة ليحتاجها المواطن في حياته اليومية سواء في جانب النقل وإلا في السياحة كل منتوج إعلامي ولكن يحقق جانب الربحية فهذا يتطلب إلى روافد الروافد اللي هو الإشهار وبالتالي الآن في عدد كبير من مؤسسات هذه تاعة الاتصال لبودة كوميونيكاسيون اللي هي اللي تشتغل هذا هو يعني الهدف من إثارة هذا الموضوع لأنه أعتقد الجانب التنظيمي والقانوني والتشريعي فيه مؤسسات على رأسها وزارة الاتصال اللي هي مسؤولة على إعداد الأحكام تشريعية للحكومة وبعد تعرض على المؤسسة التشريعية أنا أذكر أنه في سنوات سابقة آخرها كان مشروع في 2015 وتوقف الآن الحكومة الحالية يعتقد في الأجندة انتحها عندها إعدادة النظر في الإطار القانوني العام للقطاع يبدأ بتعديل قانون الإعلام قانون سمع البصاري المرسوم هذا كتاع الصحافة الإلكترونية ثانية ربما يتعدل لأنه وصدر في 2014 لأنه يتكلم أيضا على الإشهار الإلكتروني يعني استعمال الإعلام الإلكتروني في الترويج للسلع والخدمات وبالتالي يبقى ضروري جدا لأنه الآن هذه السوق يعتريها يعني فراغ أولا شريعي وفوضى كبيرة لأنه كما قلت أنت في المقدمة الإشهار أصبح يعتري حياتنا في جوانبها المختلفة صحيح يعني ما كانش مجال إلا ويدخل سواء كان رياضة أو اقتصاد أو إشهار سياسي في الحملات الانتخابية صحيح هو أيضا صناعة صورة لزعيم حزب أو لبرنامج حزب أو لمترشي حين تحى حزب فهذه وإن كانت يعني عمليات ذرفية تتم في المناسبات تحول المواعيد الانتخابية ولكنها تتطلب قدر عالي من المهارة لما يكون في السوق أنترقيومية بين مزدهوجتين السوق السياسي والحزبي والمتنافسين فعني الرسائل الإعلامية لتقدم إشهار إلى برنامج أو شخص سواء كان انتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية بلدية أو ولائية فالفارق يصنعه المكلفون بالاتصال في كيفية تقديم المترشحين في المجال نرجع لك أستاذ عدلين زروق فرأيكم أستاذ ما هي أنواع الرسائل التي يبعث بها صاحب الومضة الإشهارية هناك عدة أنواع أولا قبل ذلك يجب أن نؤكد عن أنه يختلف تختلف الومضة الإشهارية خاصة بإداءة وتلفزيون من قناة إلى أخرى حسب السياسة العامة للقناة أو الخطة الإفتتاحية لكن هناك عدة أنواع أولا لدينا الإشهار التعليمي كيف ذلك؟ أو ماذا نقصد به؟ هو يراد له المعلن أن يريد أن يوصل رسالة تعليمية للجمهور على أنه مثلا المنتج الفلاني يحتوي على النوع الفلاني من المواد ومصنوع منه كذا إلى أخرى إذن هنا يقدم خدمة تعليمية للجمهور الثاني الترفيه النوع الثاني وهو خدمة ترفيهية كيف ذلك؟ أنه خلال تقديم الموضة الإشهارية في الإداءة وفي تلفزيون وحاتف السينما يتزامن مع الموضة النوع الموسيقي معين يخدم الومضة أو في بعض الحياة تكون هناك الومضة في حداتها عبارة عن فيديو وتع كليب خاص بموسيقى فلانية ويتم من خلالها الترويج لذلك المنتج أو الإعلام ثالثا الترفيه الترفيه يمكن أن يدخل معه الومضة التسويقية أو الوظيفة التسويقية كيف؟ عن طريق الترفيه يتم التسويق لفكرة أو مبدأ معيد أو منتج أو خدمة إذن المنتج والخدمة يعني الخدمة تكون الأشياء الغير مادية نعم لكن المنتوج يكون ممتاز لكل ما تعلق بمادة يمكن أن نستخدمها ونستعملها جدا وفي الأخير هناك النوع الرابع هو الومضة الإشهارية الخاصة بالإغراق مفادها أنها تقوم بإغراق الجمهور أو التأثير عليه بطرق سلبية أو إيجابية على أن يتبنى فكرة أو يتبنى سلعة معينة على حسب سلعة أخرى أو حتى يرفض لتلك السلعة نحظ في بعض الأحيان هذا النوع يرتبط الإغراق يرتبط بالإعلانات المقارنة مثلا يأتينا مثلا بأي غاسير خاص بمثلا بالملابس أو التنظيف في البيت يعطينا الإسم الانتاعو لكن في الشروط القانونية المحترب بها أنه المنتوج الثاني الذي يقارنه لا يضع له أي رمز يدل على أنه تلك المنتوج في حد ذاته ومن ثم تكون ممتاز من أجل الإغراق يتم إغراق إخفاء المنتوج الثاني من أجل الإغراق لكن البيت القاسي وكما تفضل الأستاذ يجب أن نضع هناك تنظيم خاص تشريعي يؤطر العامل الإشاري في الجزائر والذي يستوفي على ثلاثة شروط أو ثلاثة أصناف أو ثلاثة أقسام سمينا كما أحب أن تلقوا على تسمية لكن الصنف الأول وهو المؤسسة الإعلامية يجب أن نحافظ على خصوصية المؤسسة الإعلامية لأنها هي صاحبة الواسط أو صاحبة الفضل لأنها سوف تصل لنا تلك الخدمة أو الموضة الإشارية إلى الجمهور ثانيا يجب أن نراعي المعلنين المعلنين يراعوا شروط التي تستوجب أن تتوفر في المؤسسة الإعلامية من جهة والجمهور من جهة إذن يكون هناك تشريع ثاني خاص بالمعلنين التشريع أو الاهتمام الثالث يكون خاص بالجمهور والجمهور كان نطح لك سؤال لماذا يتم الترويج أو وضع ومضع إشارية بيت القاصد أنه الجمهور لكي يقتني تلك السلعة أو الخدمة هذا كله سيعود بالإجاب على الجمهور أنهم يقتنون سلعة أو خدمة يعود بالإجاب على أنه صاحب الإعلان سوف يزيد من المبيعات من تلك السلعة وكذلك يصبح أن أولاده يوسع من السوق أو التجارة السوقية الخاصة بها والثالث أنه سوف يحقق عائدات مالية على المؤسسة الإعلامية لأنه لا توجد ممتاز إذن كلهم يستفيدوا وعليه يجب أن توضع هناك ضوابط وشروط وقوانين وأخلاقيات في الظوابط الأخلاقية كعند فراغ قانوني ولكن الظوابط الأخلاقية يعني تعلم هنا تعال الناس هذو اللي رغم يشتغلوا الآن في الميدان ما هي مثلا جانب مراعاة ما هو نصيب القيمي لهذاك الاسبوت 30 ثانية ولا 40 ولا حتى 60 ربما أقصاها يعني الحدود الفاصلة بين الحقيقة انتع هذاك المنتج المروج له سواء كان مادة استهلاكية أو استعمالية نستعملوها إلا خدمة ولا وحقيقته الطبيعية وحقيقته الطبيعية والتدليس يعني أحيانا ما هو المنتج نسألك في أمور عملية يعني بش المستهلك المواطن المستهلك يعني المستهلك نقوله هنا المستهلك يعني يفرق بين الحقيقة والتدليس يعني باللي هذاك المنتج يعني فعلا تستوفي هذيك الشروط وخطرة درقة علاش كي الناس عندهم فكرة باللي المنتج الرديء هو اللي يطلب الإشعار هذا الفكر تم فصله يعني هذه الفكرة بالتحديد أو الفكر الذي تتحدث عليه وتم الفصله فيه في المجتمعات المتطورة والمتقدمة لكن في المجتمعات يعني الجد المتخلفة ومثلها مثل المجتمع الجزائري يعني بكل صراحة نحن مازلنا متخلفين في عملية التنظيم والتأطير الأكاديمي والتشريعي لمهنة الصحاف والإعلام كيف ذلك؟ أنهم أصحاب المعلنين يحتمدون على الإغراء إغراء الجمهور أنه يقتني تلك السلعة رغم أنها ما موجود نعم كيف يتم طريق تزيارها؟ ما هو موجود ويتم صناعاته في المؤسسة التي سوف تروج له يكون يحمل شقه خاص بالصور والموسيقى لكن في الواقع يكون مغاير ذلك نعطيك فكرة أخرى طورة حتى الآن متعلقة بالإعلانات الخاصة بالإلكترونية نجدها مثلاً في الانترنات أنهم أصحاب المؤسسات يتمون الإعلان على وجود منتوج كذا ويقدمون لنا مقطع فيديو أو صور على ذلك المنتوج وسيغته الحقيقية المواطنين عندما يرون تلك المنتوج بتلك المواصفات فيتقدمون باتصال عن طريق الهاتف أو عن طريق الفايبر وغيرها ويتموا إرسالهم المنتوج إلى البيت ممتاز هذا هو بيت القاسد سوف يصدم لماذا؟ لأنه ما تم ترويجه أو نشره وبثه في المماضية الإشهارية ما هو المسؤول على هذا الوضع؟ المسؤول أنه لا يوجد من يؤثر هذا العمل الخاص الإشهاري رغم أننا نتحدث عن الصحفة الإلكترونية الآن ما زال إلى بعض الآن المسؤولين والأصحاب الذين مسؤولين على قطاع الصحفة في الجزائر خاصة الصحفة الإلكترونية تحدثوا أكثر من عام على أنه سوف يتم منح قصد من الإشهار للصحفة الإلكترونية يكون موازي أو مساوي مع باقية المؤسسات الإعلامية لكن المشكل أنه تم الترويج ذلك في خطابات إعلامية وسياسية والترويج له على طريق المطبوعات والصحف يمكننا في الواقع ما زالت بعض المؤسسات الإعلامية تتخبط في هذا المشكل والبعض يعني تم غلق المؤسسات ومن جهة أخرى نقطة قوة النظام الجزائري أنه يستخدم أو يستعمل الإشهار كعبارة عن ماذا؟ كعبارة عن نوع من الردع أو عبارة عن قيد يتحكم فيه الذي يتماشى مع الخط العام لا أنت تتكلم لي على التمويل نعم على التمويل نحن نتكلمه سعى في الضوابط الأخلاقية يعني صح يا أستاذ فضلا على أن نتفضل فيه الأستاذ فضلا على أن نتفضل فيه كي أيضا جانب آخر في الإشهار لما هوش يعني الاسبوت اللي يفوت في وسائل الإعلام والروافد المختلفة أنا متكلم لك كي نجوان بأخرى مثلا الفئة تالأطفال نعم وإلا النساء الاستعمالات المواد التجميل العطور وغيرها بالنسبة للأطفال القاطو الشوكولات القوفرات العصائر هذه يعني أحيانا تجد تعليب الأمبراج نعم التعليب يأخذ أشكال جميلة جدا ومغرية نعم ولكن لما تدخل يعني باش تستهلك المادة هذهك الأطفال يصدمون الطفل يدخل سوپيرات يدخل جراند اسباس وكذا يشوف يعني بعض نتكلم عن الانتجات المحلية كما يقولون بالدار جوسد العين تيكون قبل يغرى يعجبوا الشكل هذك يأخذ يقتني هذا المنتوج وبعدك يدخل الدار الأولياء يعني يتصدموا يلقوا يعني الجودة يعني رديئة جدا جدا يعني ولكن هنا المنتج صاحب السلعة هذيك يلعب على الجانب التعليب صحيح أستاذ باختصار باختصار أنه الإشهار الذي المؤسسة الوطنية المكلفة بالتوزيع هي المؤسسة الوطنية الإشهار إذا تتحمل جزء كبير في عملية تمويل أو القصد المالي وكيفية تقسيمه على باقي المؤسسات الإعلامية في نفس الوقت وبيت القصيد أنه بعض نحن في بعض المؤسسة الإعلامية بدون ذكر يعني التسمير في نظر أي كان أنه تستخدم في وقت الذروة على المشاهدة خاصة فيما تعلقى بالتليفزيون بعض الوامضات الإشهارية التي تتنافى مع الأخلاق المجتمع الجزائر غير أنه نحن نعلم أن المجتمع الجزائر ما زال محافظ ومجتمع له سبغة تقليدية إن صح القول معظمه يعني العائلات تتمتع بالسبغة التقليدية إذن عندما تكون هناك الترويج كما سبقت وتذكرت بعض الخاصة المتعلقة بالجانب بالاستخدام الألبيسة والعطر النساء فإنه المشاهد يعني يستطدم في بعض الأحيان عندما يكون مع أفرد عائلته يعني هو مشاهد إذن هنا يتنافى مع الجانب الخلقي الخاص بعمل المؤسسة الإعلامية في الإطار العام الذي يسيره المجتمع شكرا أستاذ زرغم رجالك أستاذ الهاشمي نوري سؤال جوهر مهم يتبضل لدهن كل الجزائريين بدلا أنه تم طرح على مواقع توصل الاجتماع للنقاش يعني حبينا أن نعرف أستاذ الهاشمي ما هي الحدود الفاصلة بين الرسالة الإعلامية والرسالة الإشهارية الرسالة الإعلامية هي خدمة عمومية هو نقل الأخبار وكل ما يدور في المجتمع يعني المتلقي اللي هو الجمهور الواسع يشتركوا في الرسالتين أنه تتوجهان إلى أكبر جمهور واسع ولكن الغرض يختلف الرسالة الإعلامية تقدمها وسائل إعلامية عمومية أو خاصة وهي عبارة عن كل الأخبار والبرامج ذات طبع الاجتماعي السياسي الاقتصادي الرياضي كل ما يدخل في مجال الإعلام فهو منتج ويسوق إلى جمهور واسع بينما الرسالة الإشهارية تهدف إلى تحقيق الربح يعني الترويج لمنتوج أو سلعة معينة تستهلك وكما قال أستاذ في الأول هنا يختلف الأمر بين منتوج موجود يعني عنده تاريخ وماضي وأقدمية في السوق وكثيرا ما نجد يعني رسالة الإعلامية ترافق منتوج حديث العهد بالولادة أستاذ سمحني حديث العهد بالولادة لكي نصنع له اسم في السوق ونضعه له مكان يعني أستاذ عنك بعض المنتوجات هي منتوجة استهلاكية على كلين قديمة في السوق لا تحتاج إلى أي إشهار أستاذ ومبيعاتها مرتفعة جدا ورغم كل المنافس القوي لموجودة من طرف حتى سلع مستوردة من الخارج السر هو في النوعية يعني الجمهور كاين من المواد مواد استهلاكية أقصد مش فقط في المواد الغذائية في كثير صدقني تمشي دبوشة وراء يعني الالتقاط السمع والناس بعضهم خطر حتى المواطنين في السوق في الجوار في العائلات وكذا يعني من دون ما يشعرون يقوموا بعمليات إشهارية لأنه واكتشف بالليه فعلا كاين والعكس أيضا صحيح كاين سلع يروج لها عن طريق الوامضات الإشهارية في وسائل كبيرة ولما يصطدم بها الجمهور فيقوم برد فعل سلبي وهو أنه يبدأ يحذر فيه قال رد بالك هذا الإشهار هو ما كانش منه كذا رأنا جرر رأنا شفنا سواء كانت تستعمل في حياتنا اليومية في كل الخدمات اليومية اللي نستعملوها في بيوتنا أو في المجال الاستهلاك الغذائي يعني والتربيجي وبالتالي شيء اللي أشرت له أعتقد هو المنبع انتاعه هو المصداقية أن الجمهور جربه وثبت هذا المنتوج على المواصفات انتاعها سمعة المنتوج إنه كاين أحيانا منتوج يروج له في الأول وتشوف كذا بعد فترة لما يقوم يعني باحتلال حيز في السوق يختلف يبدأ ينقص في المواصفات النوعية وهنا أيضا الدور تعل المؤسسات الرقابية في الدولة اللي هي انتاع المصالح التجارة وقمع الغش يعني أعتقد أنها جوزتها الأحداث الكمل هائل من المنتج المسوق له في السوق الإشهارية يعني ما خلهاش وين تتلفت باش تروح تراقب يعني والدور أيضا تعالجمعيات تحيمية المستهلك تعال وسائل الإعلام النازية احنا هذا برنهامج خاصصنا لهذه الحلقة فيه باش نلفت الانتباع إلى هذا السيد الهاشمينوري مشكور على كل تدخلاتك أستاذ عدلان زرر أستاذ محاضر بكلية علم الإعلام الاتصال شكرا على حضر معاه وتدخلاتك القيمة لكن رغم من وجهة نظري أنه الوقت غير كافي كان تضرق لأنه الوقت يقل هذا جدا مهم في وسائل الإعلام شكرا مررنا رسالة للمساهدين هدف رسالة موسيقى